اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على اهمية تعزيز مجال الاستثمار بالمنتجات والمشاريع الواعدة بهدف زيادة تنويع الاقتصاد وتنميته ومواصلة خلق الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين واشار سموه الى ضرورة مضاعفة الجهود للبناء على ما تم انجازه نحو تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا وان قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق نموا ملحوظا ليتبوأ مكانته الى جانب القطاعات الاخرى ليصبح بذلك من اكبر القطاعات التي توفر فرص عمل نوعية امام البحرينيين جاء ذلك لدى ترأس سموه الاجتماع مجلس ادارة مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس حيث شدد سموه على ضرورة استدامة القطاع الاستثماري في المملكة تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 والوصول الى التنمية الشاملة التي ننشدها ولتضافر جهود القطاعين العام والخاص لمواصلة التطوير والبناء بما يسهم في خلق قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة تمثل هدفا اساسيا ومحوري لرفض الاقتصاد الوطني من جانبه قدم سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عرضا تناول البنية التحتية للاتصالات بالاضافة الى شبكات وكابلات الالياف البصرية وتضمن العرض دراسة وقع البنية التحتية وما تحظى به من امكانيات وما توجهه من تحديات تتطلب اقتراح الحلول بالاضافة الى دراسة المشروعات الاستثمارية في القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد وهو ما يتطلب السعي نحو خلق البيئة المناسبة التي تشجع على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتناول بعدها السيد خالد الرمحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في عرض شامل ما حققه مجلس التنمية الاقتصادية من انجازات مؤخرا في سبيل تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مشيرا الى ان المبادرات التي تم اطلاقها نحو تطوير البنية الاستثمارية في مملكة البحرين وجذب المستثمرين اثمرت عن استقطاب الاستثمارات الاجنبية الخارجية بنحو 280 مليون دولار خلال العام الجاري وتناول العرض الذي قدمه للرمحي التصنيف المتقدم للمملكة في تقرير انجاز الاعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واعتبرت البحرين من بين اعلى عشر دول عالمية تحقق اعلى مستوى من التطور على صعيد انجاز الاعمال كما صلت الارمحي الضوء على عدد من المبادرات التي تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية في المملكة وتناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الجهود المستمرة لخلق بيئة داعمة للمشروعات الناشئة في البحرين من خلال العمل على تطوير التشريع والحصول على التمويل بالاضافة الى العمل لضمان حصول اصحاب المشروعات الناشئة على فرص التطوير والتعليم والتدريب اللازمة عبر برنامج التوعية هذا وقد قام سموه بجولة في مقار مجلس التنمية الاقتصادية الجديد في خليج البحرين الذي يشتمل على المكاتب التنفيذية للمجلس وطلع سموه خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من اعضاء المجلس على مختلف الادارات والاقسام واطمأن سموه على سير العمل في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي يسعى مجلس التنمية الاقتصادية لتنفيذها لتحفيز النمو الاقتصادي والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والخارجية من اجل تعزيز البنية الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات متمنيا سموه لمنتسبي مجلس التنمية الاقتصادية دوام التوفيق والنجاح فيما يبدلونه من جهود في سبيل تحقيق الرؤى والاستراتيجيات المتصلة بالقطاع الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر